الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها أو الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى أماث الكلام الخلب وأنا منزل على مخلوق وأن بالنظر من الله سبحانه وتعالى تخضي وأن الله سبحانه وتعالى أنزع مع كل رسูل وأن Lic glo وقال نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بما علمان الله سبحانه وتعالى من أسمائها ونؤمن بما علمان الله سبحانه وتعالى من أسمائها نؤمن بكل ما أخبران الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب at kailangan natin maniwala na itong mga kasunatan na ito ay ibinaba ng الله سبحانه وتعالى ang mga batas na papalawb dito, ang lahat ng mga binalita dito at ang Quran, kailangan natin maniwala na ang Quran, siya ay magpapawalangbisa sa lahat ng mga aklat na ito نؤمن بهاد الكتب لكن لا نطالع فيها نطالع فقط نتعباد لله بما جاء في الكتاب والسنة والله أعلم at kailangan natin, hindi natin kailangan pang basahin ang mga ito at kailangan natin maniwala dito bago siya tayo ay maniwala lamang na ang الله سبحانه وتعالى ay merong ibinabang mga aklat at kailangan lang natin paniwala ng lahat ng binanggit sa Quran at susunna ng Propeta Muhammad Salallahu alayhi wa sallam